هذا وقد كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف عن تدمير 1612 موقع عسكري أوكرانيا و52 طائرة منذ بداية العملية العسكرية بأوكرانيا وأوضح كوناشينكوف أن من بين الأهداف التي تم تدميرها 62 مركزا للقيادة والاتصالات الخاصة بالجيش الأوكراني و39 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات و52 محطة رادار وأضف أيضا كوناشينكوف أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على عدد كبير من المدن الأوكرانية لافتا إلى أن القوات تمكنت أيضا من تدمير مركز تلفزيوني احتياطي بالعاصمة كياذ دون تسجيل أي إصابات تذكر أو حدوث أي أضرار بالمنازل المجاورة لموقع المركز على حد قوله ترجمة نانسي قنقر